اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوكم شباب شو نصحكم ان شاء الله اه اليوم راح اسوي برنامج اه بسيط بسما قلت لكم يمنع تصويت سطح المكتب اه طبعا استهلاك اسوي بهاد البرنامج تقرير ما اقارب اه يومين ونص اه من عمليات البحث بس الفكرة القديمة كلش قديمة من بالي راح نجرب لو جربنا فاسل ستون برنامج تصويت صورنا قبل انا نشغل برنامج انا شغال برنامج تمام لو دسنا تشغيل جربنا نصور ما راح نكتر نصور اي شي تمام شباب اه فكرة برنامج شباب خلاش راح يكون فكرة البرنامج اكو فكرة انه اه الفكرة الاولى انه تحدد اي برنامج يشتغل داخل منتوس جديد بعد ما تتحدد شوف بيه خاصية اه تصوير اه 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 بيديو اه والتقاط صورة او لا اه اعتقد خاصية اسمك كابتشر سكرين فشوف هاي الخاصية موجودة داخل هذا برنامج او ما موجودة وتحجب عن هاذ البرنامج انه يصور فهاي الطريقة انا يعني مجرد تفكر بها تحتاجه هواي دوال وفكرة يعني مطورة طريق اه طريقة ثانية اللي هي باستخدام اه بحثت طبعا لقيت اكو اكو دالة اسمها هاي دالة تستورد من مكتبة اليوزر الثانية وثلاثين طبعا هاي دالة سوتها مايكروسوفت يعني لا انا مسويها ولا انا برمجتها الدالة هاي الشي سوي اذا تخليها داخل الفورم وتفعلها طبعا دالة هاي تعريفها برايف الساعة اكستيرن غيت وندو لونج اه بيها اه العفو 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 عنا عسيب هاي التالي تستورد من اليوزر الثانية وثلاثين اه سيت وندو اه ديس بلاي من فيلتي تستعب المتغيرين اللي هو مثل الزر او الشيف تريد تخفيه والمتغير الثاني تنطيع رقم هذا الرقم اذا صفر القيمة مع الدالة اذا صفر راح يشتغل الفورم عادي اذا تطي واحد يعني امنح تصوير الفورم فهاي الدالة معناها طيب هنا فكرت فكرة ثانية انا قدرت امنح تصوير الفورم اكو فكرة انه اقدر اخلي الفورم اه شفاف او اه اقدر انقر من خلاله طبعا لقيت اكو اه طريقة تخلي الفورم اه تقدر تنقر من خلاله طبعا هاي طريقة ايضا لقيتها ايضا من اه بحثت عنها داخل جوجل فجبت هنا في السين ولا صغت هنا اه هي ايضا تستخدم داله سيت ويندو لون وكيت ويندو لون طبعا هذان الدولات الشباب تستوردوهم من اليوزر اه اثنين وثلاثين من مكتبة اليوزر اثنين وثلاثين يعني ما راح تطلعكم اه داخل الدول ما تحسن نكتب يعني ما راح تلقى اه مثل الميسج بوكس هسه تلقاها داخل اللغة لا قاية تكتبها كتابة شوف اه تاخذها وتروح تبعث عنها بالجوجل وشوف شون يستخدمونها وشون اه يسونها فانسا لو شغلنا المشروع شوعة بالبداية اه بس انسوي شغلة انسويتها وبموسط لو شغلنا المشروع هذا شباب الفورد بالبداية خنشوف نكتب انسخ اه خلف المشروع اذا جاي تلاحظون تلاحظون تحديد هذا يعني اقدر اه انسخ خلف المشروع هاي الدالة الاولى استخدمناها والدالة الثانية اللي هي تمنع تصوير الفورد لو شغلناها مثل ما تلاحظون منعنا التصوير الفورد طيب اه انا الحد اللي هنا ما اريد الغوام بهالشغل هذا اريده يكون شفاف اريده يكون اقدر اشوف اللي من خلاله يعني مثل الزجاج فهاي راح نستخدم اه وطبعا هاي اكثر الشي عطلني عن اكمال الاداة اللي هي الترانسبيرسي اه طبعا هاي المقصود بها الشفافية شباب الشفافية شبابنا المفروض الشفافية اه من الاساس انه هي مش تغلة يعني انت سألو اجيت الفورم عادي وخليت هذه الكود راح يخلي لك الفورم كأنه زجاجة وتقدر تنقر من خلاله بس ما احرشون السبب اه بدون هذا السطر ما راح تفعل الشفافية قلت لكم بالعادة الفورم اذا تخلي بيه هاذي الكود راح يشتغل بس هنا ما راح اه يشتغل ثوان شغل اه فهنا اه راح ننخلي اه اه يعني فورم ذات تعلوه ترانسبيرسي اه تو ترو يعني نفعله ننخلي اه الشفافية مفعالة ونخلي الكود راح نشغل ونشوف خاطر شغاب صار يشبه الزجاجة الفورم تمام شغاب ولو اروح على التصوير ما نقدم نصور تمام شغاب اه راح نكمل بعدين انا اريده طبعا اه للشاشة كلهي فتخلي لقد الشاشة كلهي اعتذر بخصوص الازعاج جاي يصير المهم شغاب نخلي الحدود على قد حدود الشاشة كامل اه طيب اكو شغلة هم هنا اه هنا هاته الفورم انا ما اريده اه بيه يعني بيه اطار اريده بدون اطار فهنا لو خليناه عن طريق الكود يساوي نون راح يصير انه خلل فانا استخدم الصراحة هاي الطريقة وهو نشحة بياي انه افعل الغي الفورم بوردر ستايل من القصاص مع الفورم منها خلي نون طيب يا شباب نون شغلني دسنو وجاربني مثل ما تلاحظون وطبعا هل سيجوز انا جاي اشرح والشاشة سوداء لان بسبب فعالة الزر اه الخاص بمنع تصوير الشاشة اما هاي اللي جاي شخونا هذي اللي هو هذي الفورم مستغير اما هذي الفورم اللي جاي شخونا فهو مجرد يعني التنسير يظهر لنا الفورم الثاني اللي هو الخاص بمنع تصوير الشاشة يعني في مجرد يعني شي تنسير انت شون تريد خلي بعد هذا الشي خصك ويكون بسيط اللي هو يمنع اه يعني وقت تدوس وقت تدوس على زر الان راح يتحول الى اوف ويفعل لنا هذا الفورم يمنع تصوير وقت تدوس على اليوم الثاني راح يرجع طبيعي اه اتمنى كون يعني اه شرح مبسط واستفادية جمنا لا تنسوا خلونا لايك وتشاركونا المنشور وتشاركونا الفيديو عافو اه امان الله